اشتركوا في القناة وعشرين كيلو متر محلي واستطاع فريغ فيكتوريوس من الفوز بجائزة افضل حالة جواد للفارس عيسى العنزي الذي احتل المركز الثالث في السباق كثفت منظمة بريف البحرينية تحضيراتها استعدادا لقامة بطولة بريف ثمانين يوم الجمعة المقبلة والتي تأتي ضمن فعاليات السبوع بريف الدولي للقتال الفين وثلاثة وعشرين وتتواصل منفسات بطولة آسيا الرابعة لفنون القتال المختلطة التي تحتطنها مملكة البحرين حاليا ضمن فعاليات السبوع بريف للدولي للقتال اذ تواصل المنتخبات الوطنية المشاركة بتقديم العروض والمستويات الفنية الكبيرة وسط اجواء من الاثارة والتحدي بين المقاتلين انهى ممثل كرة القدم البحرينية فريق الرفاع منافسات دورة المجموعات في بطولة كأس للتحدي الأسيوي لكرة القدم متصدرا للمجموعة وذلك على الرغم من خسرته امام مضيفه فريق الزوراء العراقي بهدف مقابل هدفين فيه اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب البصرة الدولية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دور المجموعات تأهل المنتخب الوطني للسنوكر مكون من البطلين العالميين حبيب صباح وهشام الصقر الى الدون نصف النهائية من منافسات الفرق في البطولة العربية للبليارد والسنوكر والمقامة بالعاصمة الأردنية عمان حتى العشرين من شهر نوفمبر الجارية حيث واصل البطلان العالميين مشوارهم بنجاح في البطولة بعد أن نجحها في الإطاحة بالفريق الأردنية نظمت أكاديمية موشن للجنباز بالتعاون مع مجموعة من الأكاديميات الخاصة بطولة الجنباز الفني للسيدات وهي الأولى من نوعها على مستوى مملكة البحرين وشهدت البطولة مستوى فني عالي حيث شاركت خمسين لاعب من مختلف الأكاديميات للتنافس على الحصول على المراكز الأولى كما شهدت البطولة حضور لافت ومميز من أورياء الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا